في من المسلسل دواعي صفر أول كلمة بتجي ببالك لما تسمعي الصفر استروحة كده أخيراً كده في الصفر دنيا وقت ماشي مأنتخة ولا بتبقى مغامرة وبتنزل تلف البلد كلها اللي اتنين يعني اللي هو أنتخة بقى أنا أحس اللواء إيدا إيدا لازم أنزلت في البلد كلها فأعمل كده بقى أنا أحس اللواء إيدا طب ما أنتخ شوية فهي بتبقى كده يعني بتبقى اللي هو لأ أنا لازم أعمل كل حاجة بس في نفس الوقت لازم أريح بس لازم مش عارفة إيه فبقى ميكس بقى بقى بأن حيات كتير عوية يعني انت دلوقتي لو حتصفري في جزيرة معزولة والثلاث حاجات بس هتخديهم معاك يا شخصيات ناس يعني أو جماد ويا لهوي ثلاث حاجات لو عايزة تخدي أكثر خودي عادي ممكن جتوري مش عارفة الصراع عايزة أخد من بايلي ولا لأ يعني مش حاسة مش حاسة لأ كفاية بجد لا لأ زيت فقو وحاجة أكتب فيها ايه ثالث حاجة ايه ثالث حاجة ايه ثالث عشان تاخدي ميموريز لا لأ زي زي قوي ايه ثالث انا برضو صفر واحنا مش عارفين اللي حيحصل لحد لما ينزل أحلى بلد روحتيها وذكرة حلوة لكي في البلد دي لبنان احلى بلد روحتها لبنان ذكرة حلوة لها مش عارفة بس يمكن في يوم معين كده جاي في دماغي كنا كد زي سكة طويلة قوي وطلعنا الجبل كده ومعرفش حاسة ان انا عايزة ارجع دلوقتي حالا لليوم ده بس يعني لأ حاسة هارغي كتيرا احنا ما قلناش اي حاجة وكل الناس مستدير تأرغي براحدك وغني بس شنطة لو فتحت مش عارفي بعد كده تلميني فاحسن ان اقولك بس كان يوم حلوة اوي فهمة بس كده اول حاجة وبتحطيها وانتي مسافرة في الشنطة اول حاجة انا شخصة عشوية اوي يعني دايما اصل اولوياتي بتتغير كلهم هاد من ده هاد من ده يعني اكتر حاجة لقيها قدامي محتاجاها فوقتها مستفيش حاجة معانة اللي هو انا هجيب دي مخصوص لا ارغم بمن المسلسل بتكلم يعني احنا بنستشف كده دواعي سفر فاول لما تيجي كلمة سفر بيجي في بيلج بيجي في بيل اي في السفر يعني شنطة لا لا انا السفر بالنسبة لي بحبه جدا يعني انا بالنسبة لي اتمنى ان انا اعرف ببقى مسافر طول ايام السنين فدي أكتر حاجة بتجي فيلي وأنت الصفر والشنطة إيه أول حاجة بتحطها في شنطة الصفر والله مش عارف يعني بس هي أكتر حاجة بحطها يعني هو بلاي ستيشن بتروح هناك تلعب طب سفرت ماشي البلد بتأنتخ ولا بتلف ومغامر وبتروح وفتيجي أنت واخد بلاي ستيشن هتوعد في الفند لا على أساس حاجة يعني بص على أساس الجو يعني في بلاد الجو فيها حلو قوي لا بيتحرك وفي بلاد للأسف يعني جواها بيبقى حر قوي بتاع فبيخليك يوز بناءك قاعدة في البيت يعني فالبلاي ستيشن ساعد بيحل في الموضوعات لو حتسافر جزيرة لوحدك تمام إيه ثلاث حاجات هتاخدهم معك كأجماد أو أشخاص أشخاص يعني أشخاص وجماد لا أشخاص طبعا عائلتي يعني أنا ومراتي وابني كده عاملين مسلس كده زريف جدا دول ما ينفعش أتحرك من غيرهم يعني إنما فيه طبعا جزء من العائلة يعني لها الحيوانات بتاعتنا يعني قططوا بتاع دولات أتمنى أن أخدوا معها في سفريات بس بها صعبة قوي غير كده أفتكر حاجات اللي هتسلين زي ما قوتتك بلاي ستيشن أو حيكا زكرة حلوة أحلى بلد الأول رحتها وزكرة حلوة ليك فيها أحلى بلد رحتها من قريب كات أسبانيا كات حلوة جدا جدا كات في سان سباستيان كات جميلة بشكل مش طبيعي يعني الميموري اللي حصلت هناك أو الزكرة اللي حصلت هناك لا أنا وقت السفرية نفسها من بلد اسمها فيتوريا لسان سباستيان أنا بحب القطر فكان القطر جميل جدا بيخش جوه الجبال ودي كت أول حاجة شوفها في حياتي الجبال كلها خضرة والموضوع كان يعني الفايب كلها كانت حلوة قوي فأنا مش حنساها من حياتي أنا كنت مخضوط قوي بس كانت تجربة حلوة قوي بما إن المسلسل دواعي صفر أول لما ييجي كلمة صفر إلي بيجي في بالك؟ إن أنا أخد بريك ده أول حاجة بتيجي في دماغي أول ما بتيجي صفر إن أنا بريك هفصل فهقوم واخدى شنطتي واخدى تحبي ومشي أحلى بلد زورتيها والذكرة حلوة لك فيها بسي وأنا أحلى بلد في عيني مصر ده مبدئيا والله الله مش كلام فعلا أنا مصر يعني أنا أول سفرية سفرتها في حياتي كانت 2010 كنت في فرنسا كنت مسافرة من مجموعة شباب كنا رايحين هناك ناخد واركشوبس وحاجات كده في التمثيل أنا سفرت عمالة عاية عايزة أرجع مصر هم عمالين يقولوا إحنا هنهرب إزاي بس أنا فعلا هموت وارجع مصر بحبها قوي بس طبعا رحت ببلاد كتير حلوة يعني فرنسا كانت حلوة قوي المغرب حلوة قوي تركيا يعني ما عجبتنيش أي بصراحة السعودية زورتها كذا مرة برضو يعني بقت في حتة تانية خالص يعني لا يعني فيها برضو تطور كبير حاصل بس دي البلاد اللي أنا تقريباً زورتها طب ذكرى حلوة لي كيف حتى لو في مصر أوكي يعني مصر وبلاد تانية هقولك ذكرى حلوة لي كنا في فرنسا أنا بقولها لي عشان هي أول ذكرى ليه في أول حاجة أول خبرة فكنا هناك أنا ما بعرفش أتكلم فرنساوي خالص هو إنجليش وهم هناك بيتكلموا إنجليش مكسر فكنت بخرج أنا وحد زميلي فبنمشي في الشوارع علشان نرجع فإحنا مش عارفين نرجع لدرجة إن إحنا نسينا فلوسنا نسينا حاجتنا في القوتيل ومش عارفين نرجع وكان معانا تاكت مصرح فقعدنا نقول هنعمل إيه هنعمل إيه قال لي خلاص إحنا ممكن نبيعي التاكت دي قلت له نباحة بإيه كتب يفطة جبنا على جوجل إزاي يعني إزاي بيع تاكت يعني اللي هو الجملة بالفرنساوي كتبناها وقمت وقفت بيها كب يلا يا جماعني بيها التذاكر في فرنسا فجأة لقينا عشرة واقفين عايزين التاكت لإحنا كنا نبيعها بنفس السعر معملناش أوفر برايز عليها لأ وفجأة لقينا الشرطة بتجري أورونا لأن إحنا بدأوا حاجة مخلفة والآخر خدناها ماشي معرفني إيش عندنا دهونا جي ذكر بأسوي أنا أسفة جماعة أنا أسفة جدا بصي يا سمين لو أنت في جزيرة لوحدك يعني حتسفري للجزيرة إيه التلات حاجات اللي حتاخديها معاكي كأشخاص وكجماد جماد هاخد موبايلي موبايلي؟ بصي أول حاجة قلتها موبايلي نادلة قوي مش أقول بابا يا مامتي أي حاجة لا services لا ما بيش بلي أن أقول أنسك أول حاجة قلتها يعني ليس الأشخاص الأول لا لم أقلت الجماد الأول أول حاجة موبايلي هاخدها ده الجماد الأشخاص هاخد بابا يا مامتي وواحدة صاحبتي أنا بحب الصفر جداً بحب أشوف أماكن جديدة ومتنوعة بس ما بحبش الغربة يعني فيه صفر إن أنت رايحة تتفسحي تشوفي حاجة حلوة وفيه صفر إن أنت رايحة تبعادي فيه ناس بتحب إنها تعيش مكان بعيد ما فيهوش حد تعرفه وفيه ناس لأ أنا من الناس مع إني متغربة بقالي كتير بس ما بحبهاش أنا قعدت تقريباً 15 سنة بره سفر الغربة ما بحبوش بس السفر في المطلق والفصحة والناس وكده دي أحد حاجة في الدنيا لما بتسافري البلد بتبقي أنتخى ولا مغامرة وحتلف في البلد وتشوفي وكده ومتعوديش في الفندق بعد السفر بحتاج أجازة تانية علشان أرتاح من اللي عملته لأما فيش أنتخى خالص من الصباحات ربنا بننزل ما بنسيفش الشارع إلا ما نشوفه ما بنسيفش حارة إلا ما ندخلها لحد يعني ساعات لو فيه بارك كده ظريفة ممكن نقعد نقيل فيها شوية كده وبعد نكمل بعد كده لحد بالليل أحلى بلد سفرتيها وذكرة حلوة لكي فيها أحلى بلد سفرتها النمسا لأن النمسا طبعا معروف موتزارد والنمسا أي مكان بتروحي كافي شوب مطعم أي حاجة مزيكة موتزارد شغالة في الباكجراوند في كل حتة أنت ماشى في الشارع حسن أنت مش في العصر بتاعنا ده وأنا بحب أصلا المزيكة الكلاسيك فدي كانت بالنسبالي حاجة اللي هو فوق الخيال سفر يعني شنطة إيه أول حاجة بتحطيها في الشنطة وإنتي مسافرة أول حاجة بحطها في الشنطة وأنا مسافرة الـ running shoes بتاعتي قبل أي حاجة لأن أنا بحب يعني الجاري عموما وبالذات لما بسافر بحب قبل ما ببتدي اليوم كطبعا ما بيقاش كل يوم بس المهم قوي بالنسبالي أن أنا حط الـ running shoes بتاعتي وأنزل أجري كده في الإيري واشوف بقى الدنيا حوالي عاملة إزاي وإنتي بتجري كده فبتبقي مصفية ذهنك فبتبقي حالة حلوة قوي فدي قبل أي حاجة بحطها بحط الـ running shoes بتاعتي لو سافرتك زيرة لوحدك إيه تلات حاجات اللي هتخديها معيك كحاجة جماد أو أشخاص ولا هتسافر لوحدك بقى لا أنا من الناس اللي ما بحبش أبدا أنا سافر لوحدي يعني حتى لو المكان اللي أنا رايحه استجمام لا يعني لازم حد يعني يشكلني وشكله كده فلو هنتكلم عن الناس ممكن أختار أولادي هاخد أولادي معي أوه عندي أولادي أوه هاخد أولادي معي ده بالتأكيد لو جماد هاخد سماعة المزيك سماعة المزيك سماعة المزيك